اكد معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناع والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الاطراف كوب 28 وووبكيك هوكسترا مفوض الاتحاد الاوروبي للمناخ وكبير مفاوضي في كوب 28 اكد ضرورة تكثيف الجهود العالمية للوصول الى اعلى الطموحات المناخية جاء ذلك في بيان مشترك اصدره الجانبان خلال اللقاء في بروكسل وحدد البيان عددا من العناصر الرئيسية اللازمة لتحقيق هذا الهدف ومنها تسريع اتخاذ اجراءات ملموسة وفعالة عبر موضوعات التخفيف والتكيف والخسائر والاضرار والتمويل المناخي والتركيز على احتواء الجميع وعدم الترك أحد خلف الركب خلال كوب 28 واضح هوكسترا في البيان ان المفوضية الاوروبية تستعد للإعلان عن مساهمة مالية كبيرة للصندوق يقدمها الاتحاد الاوروبي ودوله العضاء كما اكد الطرفان ان نتائج اول حصيلة عالمية يجب ان تمثل نقطة تحول في العمل المناخي تعيد المجتمع الدولي الى المسار الصحيح لتحقيق الاهداف العالمية وشدد الجانبان على حاجة العالم الى احراز تقدم كبير في اجراءات التكيف للمساهمة في تعزيز المرونة المناخية والقدرة على الصمود في مواجهة تداعيات تغير المناخ ترجمة نانسي قنقر